والحقيقة هذا الكلام كله اختلف بعد حرب 73 عندما تم الحمد لله تحرير الأرض ومعركة الحرب والسلام وابتدينا استعدنا أرض الفيروس وبدأت الدولة لأول مرة بتفكر كيفية ربط سيناء بالكامل واعتبرها جزء متكامل لا يتجزأ مع مصر وبالتالي كان يمكن أهم المشروعات اللي الدولة المصرية حاولت على مدارة 30 سنة اللي فاتت إنها تعملها كانت مرتكزة الحقيقة في مشروعين كبار المشروع الأولاني هو منطقة طبعا مينة شرق بورسعيد أو شرق التفريعة والمنطقة الصناعية المصاحبة لي وأيضا مشروع الاستصلاح الزراعي اللي قائم على ترعة الشيخ جابر أو ترعة السلام لمنطقة بير العبد والزراعة هناك ولكن الحقيقة الدولة بعد ما قامت بيهم بجزء من أعمال التنمية اللي في البداية ولكن الحقيقة لم يستكمل المشروعات دي للعديد من الأسباب والمعوقات وبالتالي يمكن فضل من التسعينات لغاية الفين واربعتاشر هذه المشروعات مشروعات متعثرة ومتحققش الهدف اللي كان مرجو بيها وبالتالي يمكن كان أهم وده يمكن استقصاء إحنا كنا يعني شوفنا مع أهالي سيناء والاستقصاء ده كان معمول في 2010 ومدام كان من خلال مركز المعلومات ودعهم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء في هذا الوقت وكان بيسأل أهالي سيناء طب إيه هي أبرز المشكلات اللي انتوا من وجهة نظاركم شايفينها زي ما حالكم شايفين 63% كانوا بيقولوا مشكلة المية 50% النقل والارتباط مع مصر 25% التعليم الكهرباء الصحة يعني كانت القضايا الرئيسية اللي تخص حياة المواطن هي مشكلة بالنسبة للمواطن السناوي ولكن بالإضافة للوضع ده طبعا مع صورة 25 يناير والأوضاع اللي وجهتها مصر الاستثنائية والظروف السعبة جدا اللي كانت موجودة فيه تحديات إضافية أضيفت على هذه المشاكل اللي كانت قائمة بالفعل طبعا أهم تحدي هو كان أن سيناء للأسف بقت ساحة لعمليات إرهابية وكان كل فترة بنسمع عن عملية إرهابية ما أو تفجير لخطوط الغاز اللي كانت مشة وبتربط سيناء بمصر ولكن أيضا طبعا كلنا نتذكر الحادثة الأليمة اللي كانت قمة الأعمال الإرهابية في مسجد الروضة في نوفمبر 2017 مع هذه الحوادث الإرهابية كان هناك بعض الحوادث اللي للأسف أثرت بالسلب على السياحة وكان سقوط الطائرة الروسية في أكتوبر 2015 يمكن هنا كانت البداية والتحدي الكبير للدولة إن إحنا نواجه هذه التحديات الضخمة اللي بتواجه سيناء ترجمة نانسي قنقر